نقدر نقول في البداية ما هي أهم الفوارق ما بين كرة القدم اللاتينية أو ما بين نقاط القوة عند فريق فلمونينزي وكرة القدم العربية بشكل عام طبعا فرق شاسعب يعني فرق كبير جدا أنه مدارس بس ميزة كاس العامل الأندية أنه كنت بتلعب مدارس مختلفة مدارس لاتينية مدارس أوروبية مدارس أسيوية فبالتالي أنه النادي الأهلي عنده الخبرات الكافية أنه يقدر يتعامل مع أكتر من مدرسة مختلفة يعني مشاركات عديدة متواصلة فبالتالي يتعامل كتير جدا لعب مع فرق برازلية لعب مع لاتين لعب مع فرق أوروبية فرق أسوافة فبالتالي عنده كم من الخبرات أنه يساعده أنه يقدر يعدل المرحلة اللي هو فيها أو يقدر يطور من نفسه يوصل أنه جمهور الأهلي قبل البطولة كان يعني متخوف من مواجهة الاتحاد جد السعودي ولكن النادي الأهلي قدر بسهولة جدا يتخطى التحدي جد السعودي بنتيجة كبيرة جدا حتى الإعلام الرياضي السعودي كله مش مصدق اللي حصل من النادي الأهلي لأنه واضح أنه كان الإعلام السعودي بيشتغل على الطفرة اللي حصلت في دورة روشل واستخدام النجوم وبتتكلم عن بنزيمة وكانت وفابينيو ويعني فريق مدجج بالنجوم أنه يجي يعني يخسر من النادي الأهلي على ملعبه الجوهر المشعب بالنتيجة دي بسلوب فرد اللعب حتى أنه النادي الأهلي متسيد الجيم بشكل كبير جدا فحتى الآن أنه يعني اتهمات كثيرة جدا لأنه يعني تدهور مستوى دورة روشل وما كانش ده المستوى المنتظر من اتحاد جده وبدأ حتى الناس سعبوا المقرر بين النادي الأهلي طب لا لو الهلال السعودي اللي قبل النادي الأهلي مش اتحاد جده كان هيقدر أنه يجاري النادي الأهلي ولا لا فبالتالي النادي الأهلي عدى المرحلة الأولى دخل على المرحلة التانية في المنزل البرازيلي مرحلة جديدة لأنه النادي الأهلي عنده فرصة حاليا أنه يوصل لنهاء البطولة لم يصل إلى النهاء يعني من قبل فبالتالي أنه فرصة كويسة جدا كانت القرعة قبل كده بتجيب النادي الأهلي في مواجهة بطل أوروبا فبالتالي كان بيبقى فيه صعوبات في الوصول للمباراة النهائية عندك الفرصة سانية حال انه كاس العالم القادم بتتكلم في 25 فريق فبالتالي انه 25 بتتكلم 32 فريق من الصعوب انك انت توصل للمراحل النهائية يعني فبالتالي ان النادي الاهل بات عنده فرصة مناسبة وقوية وامام فريق ما عندهوش خبرات في كاس العالم الانديه اول مرة يشارك عنده مشاكل بشكل كبير جدا فنيا انه مستوى اعمار اللاعبين يتخطى 35 سنة خصوصا الخط الخلفي يعني المدافعين والظهر الايمن والظهر الايصر وحارس المرمى فبالتالي انك انت عندك السرعات وعندك القادرات وعندك الخبرات انك تقدر تجاري فريق في الورمونز البرازيلي ولكن في نفس الوقت لازم تخلي بالك لانه الفريق البرازيلي يعني عنده نقطة قوة بشكل كبير جدا يعني الدفاع وحارس المرمى زي ما بيقوله وحمادة ولكن خط النص والهجوم لا يعني حاجة تانية خالص بتتكلم في اتنين في نص الملعب اندريا ومرتاليلي اتنين يعني قصوات زي ما بيقوله في قص الملعب بيتحكموا في الكرة بشكل كبير جدا والاثنين يعني سنهم صغير جدا 21 سنة و23 سنة فكرة ان احنا متحرك في 22 سنة و23 سنة اعتقد ان ده حيديهم مساحة بس احنا برضو بنتكلم ان متوسط الاعمار الكبير برغم انها فرقة منظمة فرقة هيعارفة بتعمل كويس ايه مش مركزة قوي في الدوري المحلي عندهم لكن مثلا حصلة على بطولة في كاس ريبرتادارس عارفين يعملوا ايه يعني اعتقد ان هم ممكن ميلعبوش على الجري كتير لكن حيبقى اللعب كله في السكس يارز مثلا لا هو بس يعني الطريقة اللعب في منظر برازيلي انه بيلعب بشكل مختلف شوية انه فيه ناس بتقارنوا باسلوب جوارديولا في اللعب ولكن هو لا خارس يعني مشكلة الفريق ده الوحيدة انك انت متقدرش تحكم عليه هو ضيف ولا قوي لانه عنده اسلوب لعب عشوائي في ارضية الملعب بيحيارك انت كمدرب ويحيارك كلعيبة انه لك انت تتخيل ان الفريق يعني بيتكتل بالسبع لعبين او الثامن لعبين في حتة صغير بيقدر عندهم مهارات عندهم الباس كتير جدا طب ما ده يفتح لك مسافة بقى يعني من اول وسط الملعب يبقى بتاعنا ده يعني يعني احنا كده يبقى عندنا بقى على بيرسيتاو وعلى يعني دي جوز انت لازم تستخدميه ولكن انه الفرع عندها انه الميزة بتاعدها انها بتتكتل بتلعب الباسك كتير جدا مهارين بشكل كبير ففي اي ثانية بيوصلوا لحارس المرمى فبالتالي انه بيهددوا مرمى المنافس بشكل كبير جدا بيعملوا ضغط على نص الملعب وعلى دفاع المنافس وعلى حارس المرمى بيهددوا بشكل كبير جدا يقدروا في اي وقت يسجلوا اهداف اللقطة اللي عندك انت ممكن تستخدم ده انك تقطعها كورة بتتغطي على نص الملعب بتتغطي على القصة دي وتستغل البطء الدفاع انك انت عندك يعني سرعات بيرسيتاو وكعرابة حسين الشحات تقدر تستغل ده وتهدد مرمى فرمونز البرازيل ولكن بشكل عام هو فريق يعني ما يخوفش النادي الاهلي ولكن هو عايز يتعامل معاه بزكاء تكتيكل انه عنده مدرب بيبير جدا يعني ده مدرب مؤقت منتقى بالبرازيل والكل يعني يعد هذا المدرب انه مدرب البرازيل القادم انه حتى طريقة اللعب بتاعته والخطط بتاعته بدأت يعني تدرس كمان في اوروبا انه حتى راجل صارم جدا بيقول انه الكرة لا مش في اوروبا بيقول انه امريكا الجانبية هي يعني اساس الكرة وهي اساس خطط اللعب فبالتالي انه عايز اوروبا كمان تتعلم منه طرق اللعب بتاعته فبالتالي انه العشوائية اللي بيلعب بيها الفريق البرازيلي عشوائية منظمة جدا في اي وقت انت ممكن تلاقي يعني الظاهر الايمن هتلاقيه في الناحية الشمال بيلعب بيلعب معهم في الحتة اللي في الشمال في ثانية بتلاقي اللي في الشمال كلهم موجودين بيلعبوا خمسة ستة مرسوسون في الناحية اللي مين بيوزعوا كرة يعني الخطة مش محكومة قدام كولر الخطة مش محكومة هو المحكومة عند الفريق نفسه هو حتى انه المدرب بتاعهم في كل يعني احاديثه انه مش بيخلي اللعيبة ملتزمة بقى مكنها هو عايز اللعب بيلعب كل ما هو يعني يعني فكر في الملعب واختار المكان اللي انت عايز تلعب فيه ووريني الابداع بتاعك لكن حتة انه منظمين وانه المساك في مكانه لأ يعني طول الوقت الاتنين مساكين بتاعهم في لبي ميلو ونينز موجودين في نص الملعب يعني هتلاقي مساحات كبيرة جدا في خط الدفاع مرسله كلنا عارفين انه بيتقدم بشكل كبير جدا الباكي مين اكسافير برضو نفس القصة موجود بشكل كبير جدا في الخط الهجومي فبالتالي انه بتبص تلاقي الاربعة اللي وورا كانوا عارفين طريقة هجومه يعني وكان موجود عندنا ولعب في بيرامد فاحنا برضو عارفين عارفين ولكن هو دلوقتي بتكلم في 35 سنة برضو السن ما بيش يعني زي الاول لأحكامه ولكن هو قاص النون كبير ولكن ما بيلعبه في مساحات صغيرة ما بيتعبوش قوي من انه انتو بتكلم في يعني في 30-40 يعني بيتل حاجة صغيرة جدا بيبو 6-7 لعبين فبالتالي انه ما فيش عندهم سرعاته وانه بيجري كتير فيتعب او يرهق بدنيا لا هو بيلعب في مساحات صغيرة بيباص كتير عندهم مهارات ده اللي نافع الفريق الاهلي قدامه فرصة كبيرة جدا انه يقفل دفاعاته بشكل يعني محترم انه يضغط من نص الملعب انه يستغل الهجمات المرتدة يستغل الضعف اللي فيه دفاع فلمونز البرازيلي يستغل الضعف اللي فيه حارس فلمونز البرازيلي في لبي لانه 43 سنة فبالتالي انه عنده مشكلة في الكرات الارضية في التصويب من خارج منطقة الثمنتاشر كل دي فرص قدام النادي الاهلي يقدر يستغلها لعبة النادي الاهلي اعتقد انها عندها الخبرات الكافية بتقدر تتعامل يعني بنشوف النادي الاهلي قبل كاسل عالم حاجة الناس كلها كانت يعني مستغرب انه النادي الاهلي يعني محلية مش على احلى مستوى افريقيا برضو مش على اعلى مستوى الفترة الاخيرة ولكن النادي الاهلي بيظهر في الكاسل العالم دي بشكل محترم يعني